تعتبر المناطيض من أقدم وسائل الرقابة والتجسس وقد استخدمها الجيش الياباني في إسقاط قنابل حارقة فوق الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية كما تم استخدامها على نطاق واسع من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سابقا خلال فترة الحرب الباردة تقارير أفادت في الآونة الأخيرة بأن الولايات المتحدة تدرس إضافة طائرات مطاطية تحلق على ارتفاعات منخفضة وارتفاعات عالية أيضا إلى شبكة المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون وتحلق المناطيض الحديثة غالبا على ارتفاع يتراوح بين 24 و 37 كيلو متر فوق سطح الأرض وتستخدم مزيجا من التيارات الهوائية وجيوب الهواء المضغوطة والتي يمكن أن تكون شكلا وتكون شكلا من أشكال التوجيه وهناك ميزات إضافية في استخدام المناطيض لأغراض التجسس أهمها أنها أقل تكلفة وأسهل من ناحية الاستخدام مقارنة بالطائرات المسيرة أو بالأطمار الصناعية يشير الخبراء إلى أنه يمكن تزويد المناطيض بتقنيات متقدمة مثل كاميرات التجسس أو أجهزة الكشف عن الرادارات كما تسمح السرعة المحددة للمناطيض بالتحليق فوق الهدف ومراقبة المنطقة المستهدفة لفترات أطول بينما حركة القمر الصناعي مقيدة بالمدار الذي يسلكه على الرغم من الاستخدام الواسع لتكنولوجيا الأقمار الصناعية تركز دول عدة من بينها بريطانيا على تطوير مركبات تجسس تحلق في الغلاف الجوي العلوي في شهر أغسطس الماضي أعلنت وزارة الدفاع البريطانية إبرام صفقة تزيد قيمتها على 120 مليون دولار مع شركة أمريكية من أجل تزويدها بمناطيض غير مأهولة للمراقبة والاستطلاع